من واشنطن ينضم إلينا مراسل الإخبارية أحمد القرني أحمد أهلا بك مجددا يا أحمد إذن كيف بداية هي صحة المواطنين الذين سيقلون الطائرات للعودة إلى المملكة مرحبا بك إيمان مجددا في الحقيقة هي مشاعر مختلطة ما بين كبير السن قد قطعت به السبل وهو يعني ينتظر بكل لهف أن يعود إلى أحبابه وأبنائه وما بينه مبتعى التخرجة ولكنه عاش لحظات فرحته بشكل يتيم لأيضا ينتظر اللحظة المبهجة الذي يشارك فيها ويشاطر فيها أهله ومحبيه وذويه هذه الفرحة الإجراءات هي على ما يرام حتى الآن هناك اليوم مواطنة بإذن الله سينطلقون إن شاء الله بعد ساعتين من الآن في خطة إجرائية تتبنىها سفارة خادم الحرام الشريفين في واشنطن أستأذنك وأستاذ السادة المشاهدين جميعنا الآن أن يكون معي نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة في واشنطن الأستاذ سامر الخراشي ليطلعنا على أبرز الخطوات التي قدمتها السفارة حتى الآن مرحبا بك السادة سامر أهلا وسهلا حياك الله الله يحفظك في ظل توجيه هذا القيادة الحكيمة حفظها الله وبمتابعة من سمو السفيرة قامت السفارة من يوم 15 مارس باستضافة المواطنين السعوديين العالقين في أمريكا وقامت كذلك القنصليات العامة في أمريكا باستضافة المواطنين في الفنادق وقدمت لهم كل ما يحتاجون من رعاية وغفرت لهم سبل الراحة والحمد لله اليوم بدأت أولى طريعة هذه الرحلات لإعادة المواطنين الذين علقوا في الولايات المتحدة الأمريكية وخلال هذه الفترة كانت الحكومة المملكة توفر لهم سبل الراحة وتوفر الإمكانيات الصحية لاستقبالهم بطريقة آمنة وتوفير أماكن الحجر الصحي لهم وتوفير هذه الأماكن لهم ليكون رحلتهم إلى المملكة كلها أمان الحمد لله بتعاون من الخطوط السعودية تتم أولى عمليات والرحلات الإجلاء بسلاسة يتم بمتابعتها من إجلاءهم من الفنادق والآن يتم في المطارات وتعاون السلطات الأمريكية معنا كبير والحمد لله ونتابع الرحلة الأولى بمتابعة حتيثة وسيتبعها إن شاء الله العديد من الرحلات الأخرى خلال الأيام القادمة على الناحية الصحية أستاذ سامر هل هناك حالات لا سمح الله أم أن الأمور الصحية هل هي جميع على ما يرام؟ الحمد لله لم تسجل أي حالة في الفنادق التي تم فيها استضافة المواطنين السعوديين ضيوفا لدى السفارة والقنصليات لم تسجل أي حالة من الحالات المواطنين للإصابة بالفيروس هنا كثير من المرضى موجودين للعلاج أثناء وجودهم في الولايات المتحدة فهم يعانون بطبيعة الحال من تبعات أمراضهم لكن ليس من الفيروس نفسه جميل جدا عودا إليك إيمان هل من سؤال للضيف الكريم؟ نعم أريد أن أسأل عن الدفعات التالية هل هذه الدفعة تحمل أغلب الرغبين في العودة أم أنهم موزعون على الرحلات التالية؟ السؤال الذي تفضلت به المذيعة العيدون هذا اليوم هل جميعهم من يرغب العودة بالوطن؟ وهل هناك إجراءات أخرى للبقية؟ نعم أولى الرحلات هي للمواطنين الذين علقوا بجراء الرحلات طبعا أولى الرحلات التي هي من صدور القرار من يوم 15 مارس تعلقت الرحلات المباشرة من خطوط السعودية فهؤلاء المواطنين هم مواطنون الذين علقوا هم مواطنون من كانوا موجودين في الولايات المتحدة بصفة زائر سواء كان لرحلة عمل أو سياحة أو للعلاج فأولى الرحلات هذه مخصصة لهم فسو يتم إعادة المواطنين من تواجد في الولايات المتحدة بصفة عالقين بعد ما ينتهي هذه الرحلات سوف نبدأ بالمواطنين الراغبين بالعودة المملكة سواء كانوا مواطنين طلبة أو مقيمين في الولايات المتحدة من قاموا بإدخال بياناتهم في المنصة سوف يتم عملية برمجة عودتهم إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة أعطيكم العافية سيد سامر وجهود مشكورة مقدرة شكرا جزيلا لكم عودة لك أختي إيمان شكرا جزيلا لك أحمد القرني مراسل إخبارية من واشنطن شكرا أيضا لضيفك